أحمد فوز البنزرتي حكيت حتى شوية مع ناس مقربين من فوزي قل لك تقلق برشا من كمية الانتقادات اللي سارت له في الأسبوع الماضي في البلاتويت قل لك حتى كيربحت خنقوله حتى كما هي خرجوا لي حاجات يحكيوا لي هاور سب الجلالة هاو حاجات من نوع هذا تقلق برشا من النقد فوزي رغم اللي أنا استغربت هو ولده دومين معاتها سنين معنى ما ماما يتقلقش من الحاجة هذه معاش ناجم البريسيون ظروف غايبة في المنتخب نعطيك معلومة مثلا انا 4 شهور مخذو حتى فرانكس لهو ولا ستاف تكنيك اللي يخدم معا كيمشي ويشوفوا الملاعبية في بينجردين في مستير يصرفوا من جيوبه معنى تعناقولات الستاف تكنيك معنى هذا الكل خلى الفوز البنزرتي اليوم ينسى حبها تشوف منطقي معنى الخيار متاعه انه يخرج للوقت هذا الاسباب هذي وإلى كنجم يتحمل شوي والله سلام انا قلت قبل معنتها احسن خيار بالنسبة المدار فوزي البنزرتي احتيرها من التاريخ واحتيرها من معنتها للانجازات واللي يقدموا الكورت قدمة تونسية انه ينسى حبل المنتخب الوطني ينسى حب من تدريب المنتخب الوطني لانه اخذاها في الوقت الخطع وحتى الطريقة اللي اخذا بها المدار فوزي البنزرتي المنتخب كانت طريقة نوعا ما بصراحة لوش شوية لانه لم يكن خيار المكتب الجامعي هو السيد فوزي البنزرتي كان خيار رئيس الحكومة السابق هو اللي عين السيد فوزي البنزرتي الحكومة هو مش حتى الوزير معناها رئيس الحكومة الذي عين السيد فوزي البنزرتي على رأس المنتخب الوطني كان رئيس الحكومة السابق هذي معلومة ثابتة هذي معلومة ثابتة لانه هو محب للرياضة وعنده علاقات كبيرة بالمليو سبورتيف هو من اخترح السيد فوزي البنزرتي هو مدرب فوزي البنزرتي ما هوش في حاجة لأين كان بشي عين بشي يحطوا على يدرب اي فريق لانه عنده تاريخه وعنده يعني كفائته هي اللي تخلي اي حد يفكر فيه لكن طريقة رجوعه هو نحنا نشوفه علاش سيد فوزي البنزرتي تمت ايقالته في مناسبة سابقة من تدريب المنتخب الوطني نتيجة لظروف معينة ونتيجة لذلك أملت أشياء معينة هي بيدة متغيرتش الأشياء ما كانش عنده معنى تقبول من عدد كبير من الملاعبين تعالي منتخب الوطني اشتكوا من طريقة تسيير السيد فوزي البنزرتي للمجموعة شنو هيدا هي رواية خرجها وديع الجري وكلي كان وهو لي مش واقع من ليك واقع وهو مفاها وهو مفاها وهو مفاها وحط الملاعبية الجري عليش نحفوزي مزارة لحظة احمد وحط الملاعبية مفاوها مثلا انا انا اسألت عيسل عيدوني في تصريح مانا يقال مصحيح مانا حالو نتاقل مع المدرب وكما نعفو عنده تيباع خاصة مش يقولك لا اروا مش عاجبنا كيفش يتصار في سيد فوزي بنزرتي هذا مش صحيح اذا واقع اروا الفيستير موجود يا المشكل في الفيستير في اي جماعية اروا تلقى فيها مشاكل اروا مش الناس كلي كيفه بعظم ومش الملاعبية وكل فرد كاركتير اللي صار هو وديع الجري اضطره مش لايقالة فوزي بنزرتي نتيجة هو تسيره للمجموعة لانه رفض حسب فوزي بنزرتي ايش تصدق رواية وانتصدق شو رواية انت فوزي بنزرتي قال حبي يدخل وحبي يفرث لاعبين مع عينين والتلميحات كانت وقتها سيف الدين الخاوي اه فوزي بنزرتي الفضع ايش خذت رواية الجامعة فوزي رواية المدرب هي انا ناخد روايتي هنا ذو مزوز ونحاول انا نعمل استنتاج انا اللي نعرفه واستنادا للمصادر موجودة في المنتخب الوطني اللي سيد فوزي بنزرتي كان فما عنده مشكل بين وبين عدد من ملاعبية اللي يلعبوا وليونشتوا بخارج تونس وقعد المشكل هذا موجود حتى فما ملاعبية رفضوا وقال يجيوا عن ملل وعن مضغ للمنتخب الوطني تحت رئي وهذه حاجات وقاعة موجودة معنا انا في تقديري حتى النتيج والاختيارات واللي صار في المنتخب لم تكن في صالح سيد فوزي بنزرتي انتي وقت اللي تعمل قايمة متاع ملاعبية تكون اساسها ترضيط الجمعيات ترضيط فلان ترضيط فلان وقت اللي طاب التشكيلة اساسية للمنتخب الوطني مش الاجدر يلعب مش الاكفة يلعب سيد نرمال مش تكون نتيج خايبة للأسف الشديد من الصعب جدا ان ينجح اي مدرب تونسي في ادارة شؤون المنتخب الوطني وهذا الاعتبارات عديدة المدرب التونسي يتأثر بمحويته يتأثر بالفيسبوك يتأثر بالمسؤولين شوفنا الجانب تأثر بفيسبوك كان دوجه تأثر بفيسبوك لا انا نحكي لك دائما تم تقديم المسلحة الشخصية والفئوية على المسلحة العامة وهذه حاجة موجودة في المنتخب الوطني للأسف انا في تقديري اضعنا ريت ماتشا فرنسا اللي ربحناها في كاس العالم اذاك الماتشا اللي دخلنا في الحيط وغلطنا لانه بعد هزيمة استراليا في كاس العالم كانت النية انه يجيبوا مدرب اجنب ويشبوا المنتخب ويعملوا على الوليدات الصغار اللي صار غلطنا الماتشا ذلك يعطينا فرصة اخرى جلال قادري وتقريب كملنا بنفس المجموعة وقعتنا معنا في كليفوري بتاع ماتشا فرنسا ضيعنا كل السنوات هذه لو احنا بعد مشاركنا في كاس العالم عملنا عالم لعبية الصغار والليبي ناسيونون اللي يلعبوا البرة وجبنا لهم مدرب اجنبي كفر رأي النتيجة توا غير الحالية للنتائج الموجودة واغلب اللي صار دائما موجودا عينه مدربين استنادا توسيط فلان استنادا العلاقات فلان اي ستاف موجود في الكيب ناسيونال في اغلبه ما هوش رأوا استنادا الكافاته هذا تكلم عليه فلان هذا دز معها فلان هذا كلمت عليه الجامعية الفلانية خاطر دائما نحن رأوا موجود هذه عقلية تونسية حتى في الادارات وحتى في الوزارة دائما ننتجه الى الكفاء تبدأ فما فراغ تصير الحكاية هذه موجود هذا موجود واذا وقعنا مزميش نور بومنه ذاك الخاني اخو لايك في خلوش فوزي بنزارتي في التوقيت هذا بذات شوف اسلام انا كنت متأكد الفترة هذي هو ثلاثة فترات سيفوزي جاه المنتخب الفترة هذي الاخرى انا كنت متأكد اني مش كش انجح لانو انا نعرفه شخصيا وحتى وصل لتدربني اللي سيفوزي بنزارتي قوي في الملعب في الملعب خارج الملعب ما يحكيش برشا مع المسؤولين ما انت بنجمش حل المشاكل البر فما مدربين تحلك مشاكله وبلاي يعرف يحلك مشاكله البرة ويحكي مع اللاعب بيش يصبر على الفلوس بالعكس خطرة سيفوزي اكزامبل ماليا ديما مع اللاعب ما تدخلش المخوة ذا الامور مش ماشية وفترة وهاء التسيري لانو بالهاء التسيري اللي ما كنت موجودة وبالامور المالية انا كنت متأكد اللي بسيفوزي خطرة يجي اقول لك حاجة مثلا فما صفرات سيفوزي يدخل فيهم يحب الراحة اللاعب ينتعو كي كان في النواتي في المنتخب ما كانتش الراحة التامة الفترة الثانية هي اللي كنت متأكد بشي انجح فاعلة صارت اه وصارت مشكل مع وديع جارية ربي خلصوا حل اه لكن الفترة هذي كنت متأكد مثلا عنديك حاج على فوزي بالزارتي ما زادة ما لازمش يزهور كل قدر يزادة اخي اه احمد قال لك ولا بلائل ومدرب كبير وملي وديش كو بشي يدرب والمدرب كبير بشي يدرب اللاعبين عاديين لاو حاجة اخرى عاش حصص تدريبية ماكسيموم نجم نقيموا بها عمل مدرب معناها يا ولدي خلني اني مفصل لك خلينا نكون واقعين العباد تسمع فينا رانا ما نزيدوش نغلطو في روح رانا تونسي اي سري غلط في روح راو خنكونوا واضحين راو معناش فورماسيون قلت ستالاف مرة في اللي جان ادخلو راو ما تبعوش النوادي الكبرى في الناس هنا قبل كانت النوادي الصغرى اللي في الرابطات يا بيليل تعرفهم كانت هي البوغاز بتاع الكور كانت هي اللي تخو منهم خلينا مني زكوتي لا 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 خلي قيموا احنا لا تقيقة بش نخلط لك سيد فوزي البنزرتي بش نخلط بتحمل قسط من المسئولية بش نخلط بش نخلط بش نخلط لك بقاتع نظرة كون نحبوه الحاجة الوحيدة وعلاقته بهم عن الناس كذلك بش نخلط لك المترجم للقناة لأنها في الفوزي يقلق ويقلق الناس وتحبونه ويقومون بسطلقه ومعنى وإنسان فني تسمح له بشكل موجود فعندما يتطلق الملعب التونسي لا تحدث كل مجموعة الفريقية على المنتخب لا يجب أن يقبل الأمور والتار الفني منتخب ديما نعطي مثال بلالة كانت مع المنتخبات راهو حتى ما تشوف كيف يبدأ الموضوع كيف يشوفه ما بدأت على خاطر الوقت اللي انتي تخرج تهبط في الباجة أوفيسيال قرارات متعرابته وقرارات ما يتحوش وما يتلعوش وملوطة تقف فوز بزارتي مدرب المنتخب والمساعد متاعه عماد بن يونس وبعض الدرجين تقريب من يونس في بيجة يرى اللي طار الفني منتخب ويقعون أقل حاجة لنكون فيها اثناش أختار الماديات عندنا بشيكون اثناش في تونس يكون لها تعتيد زملان يكون لها بالكشف المواهب عندنا يكون يحب يخدم المنتخب وتكون على وسط صحيح وفي السيل الكونفيرانس ما انتهى باجو فيسيال ملخوض ينقعه سيفوز يمعاش في النادي الفريقي ونقعه بالتونيون منتخب اللي هو محسباش اللي هو انتما اكد كينا ردت فعل على اليسال والمريفت هانا اخذينا المنتخب محسباش هكتشوف في نتيجة ايه محسباش موكي اخذيتها على الأقل حاول تكون وفي حالة كيفاش بيش يحاول بلاي خلنا حكيوا يا اخوي انتي انتي لأقل من دعوة الملاعبية حتى وصولنا التشكيل فيها برشة محابات وفيها برشة مجاملة ليست متع المنتخب مليت خلقت الدنيا والنوادي الكل والمنتخبات الكل رأى ولا تلقى أربعة خمسة بالمحابات وما كان شيء ذا كلمك أحمد وقلت اللي حكينا على اليستا وحكينا على المنتخب كنت مبارك معناها لا مش مبارك قلت انا دائما موقفي الموجودين في اليستا ولا الغيبين روما فماش اللاعبي خاطر انو يكسب المنتخب مباراة احمد 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 ما نعرفوش كواليس الخي تاوه مسؤولين نوادي ما عرفوش مسؤولين الجامعة عمرو ما تقابلو مش ربوش قاوه مع بعضهم الاربيتر ميعرش ذاكر وذاكر ميعرش احمد قلوا هز اللي رن بše بيه رووا خط فهمي كي بجي تفرش فيه يهزو ونرجعو مثلا لحالanti الاخرى وسمح لي وكلان Euro وريعام يتدخلوا اسكلت cosmique